بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتداء في التعليم المستمر أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا لنتعرف معا على موضوع هذا الدرس موضوع الدرس أتواصل شفهيا وهذا الدرس الأول في هذا الموضوع نبدأ مستعيننا بالله بتعرف أهداف الدرس الهدف الأول كتابة نص وصفي لموضوع محدد الهدف الثاني توظيف العناصر الخمسة في كتابة قصة الهدف الثالث سرد قصة مكتوبة أمام الزملاء بإذن الله سنتعاون جميعا على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس بداية النفتة على الصفحة المطلوبة صفحة 124 لمن يستخدم الكتاب الورقي ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية يمسح هذا الرابط الرقمي ليحصل على نسخة من هذا الدرس الإلكترونية نبدأ بمكون وراجع مكتسباتي سبقا تعرفنا في الوظيفة النحوية على الصفة وقلنا بأن الصفة تطابق الموصوف في مجموعة من الأمور فمن يذكر لي هذه الأمور التي تطابق فيها الصفة الموصوف أحسنتم في الإفراد والتثنية والجمع أيضا في التذكير والتأنيذ الأمر الثالث في التعريف والتنكير أحسنتم والأمر الرابع والأخير في الحالة العرابية في الرفع والنصب والجر أحسنتم إذن نقول تطابق الصفة الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيذ والتعريف والتنكير والرفع والنصب والجر وقلنا نسمي هذه بالحالة العرابية للكلمة نشاط يتعلق بالصفة أختار من القائمة المقابلة صفة مناسبة لكل موصوف في الجملة ثم أقرأها نبدأ بأول جملة أستيقظ في الصباح أحسنتم الباكر ونلاحظ بأن الباكر مجرورة بالكسرة لماذا عظيم؟ لأن الموصوف قبلها جاء مجرورا بحرف الجر وقلنا بأن الصفة تتبع الموصوف وكذلك الصفة هنا جاءت معرفة بأل أيضا الموصوف معرف بأل وجاءت مفردة كما الموصوف أيضا مفرد وكذلك جاءت كما قلنا مجرورة بالكسرة كما في الموصوف الجملة الثانية إن الإنسان فراغ يحبه الله الكلمة المناسبة لهذا الفراغ أحسنتم الأمين إن الإنسان اسم إن منصوب الموصوف إذن نقول بعد ذلك الأمين أحسنتم الأمينة أيضا منصوبة لماذا؟ لأن الصفة كما قلنا تتبع الموصوف في الحالة العربية الجملة الثالثة إن شجرة الزيتوني شجرة مباركة أحسنتم شجرة هنا جاءت خبرا لإنّا ومباركة أيضا كذلك مرفوعة كما في الموصوف شجرة مباركة لأن الصفة تتبع الموصوف أيضا نلاحظ هنا بأن الصفة جاءت نكرة وأيضا الموصوف شجرة نكرة وجاءت مؤنثة وكذلك الموصوف شجرة مؤنثة هذه الكلمة الجملة الأخيرة فاز المتسابق فراغ بالجائزة أحسنتم بقيت هذه الكلمة البارع فنقول فاز المتسابق فاعل مرفوع على مترفع الضمة والبارع صفة مرفوعة لأن الصفة تتبع الموصوف في الحالة العرابية النشاط الذي يليه أقرأ الجملة التالية بعد ضبط كل صفة فيها رغب الإسلام في تكوين أسرة صالحة إذن هنا نلاحظ بأن الصفة جاءت مجرورة لماذا أحسنتم؟ لأن الموصوف قبلها مجرور الجملة الثانية وضع الإسلام نظما شاملة لتربية الطفل الصفة هنا شاملة أحسنتم ونلاحظ بأنها جاءت منصوبة كذلك لأن نظما الموصوف منصوب الجملة التي تليها الميكروبات كائنات صغيرة لا ترى بالعين صغيرة هي الصفة وجاءت أحسنتم مرفوعة لماذا؟ لأن كائنات الموصوف مرفوعة فلذلك جاءت الصفة كذلك مرفوعة أيضا النشاط الذي يليه أجعل كل كلمة من الكلمات التالية صفة في جملة مفيد الماهران من يضع هذه الكلمة في جملة تكون فيها صفة أحسنتم العاملان الماهران منجزان هنا وقعت العاملان صفة في هذه الجملة المجدون كذلك من يضع هذه الكلمة صفة في جملة أحسنتم الموظفون المجدون محبوبون المخلصات كذلك نريدها في جملة تكون فيها صفة عظيم المعلمات المخلصات مأجورات أخيرا السريع كذلك نريدها في جملة تكون فيها صفة جميل أحسنت ركبت القطار السريع من مكة إلى المدينة هنا السريع جاءت صفة للقطار في الجملة السابقة المخلصات جاءت صفة للمعلمات والجملة الثانية محبوبون جاءت صفة أو عفوا المجدون جاءت صفة للموظفين وفي الجملة الأولى الماهران جاءت صفة لعاملين نشاط آخر أمثل بست جمل في كل جملة منها صفة هذا مثال مثلا الطريقان الممهدان يختصران الوقت الصفة في هذه الجملة هي الممهدان من يعطيني مثال آخر جميل الفتيات الصغيرات سعيدات الصفة في هذه الجملة الصغيرات مثال أيضا أحسنتم هؤلاء جيران متحابون الصفة في هذه الجملة جميل متحابون أيضا جملة رابعة عظيم السيارة الجديدة متطورة الصفة في هذه الجملة الجديدة أحسنتم كذلك أريد جملة الشجرة المثمرة تحتاج إلى عناية أحسنتم الصفة في هذه الجملة هي المثمرة جملة أخيرة عظيم الموظفات المتعاونات منجزات الصفة في هذه الجملة هي المتعاونات ننتقل إلى درسنا تواصل شفاهيا المطلوب هنا في هذا النشاط أكتبوا نصا وصفيا من فقرات متعددة أصفوا فيه أحد الأمور التالية مدينة أو قرية حي أو حارة منزلي أو معلم أو مكان أثري في بلادي هذا نموذج لوصف معلم أثري في بلادي سنقرأ أنا وأنتم هذا النموذج يمكن أن نسترشد بهذا النموذج في تعرف طريقة كتابة نص وصفي لأي من الأمور التي ذكرت هنا إما للمدينة أو القرية أو الحي أو الحارة أو لأي معلم من المعالم الموجودة في بلادنا هذا النص يتحدث عن مدينة العلا أو محافظة العلا زملاء الكرام أنا من محافظة العلا وتقع مدينتي على مسافة 300 كيلو متر من المدينة المنورة في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية وتتضمن واديا من الواحات الخضراء وجبالا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع ثقافية قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتعد مدائن صالح من المواقع الأكثر شهرة في محافظة العلا وهي أول مواقع المملكة العربية السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو وتمثل العلا ثمرة حقيقية للتفاعل بين الثقافات والتي تعود إلى آلاف السنين وتسعى المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 إلى طرح نموذج رائد للسياحة الثقافية المستدامة ولتصبح العلا مركزا للتميز في مجال التفاعل الثقافي أدعوكم زملائي لاكتشافها والتخطيط لزيارتها والاستمتاع بفعالياتها المتنوعة وذلك عبر تطبيق العلا هنا وصفنا بشكل مختصر محافظة العلا وأيضا في نهاية هذا الوصف يوجد رابط رقمي بإمكانك أن تمسح هذا الرابط لتدخل على تطبيق العلا في هذا التطبيق ستجد وصف أكبر وتعريف أكبر بهذه المحافظة وأيضا ستجد هناك مجموعة من الفعاليات التي تنظم في محافظة العلا بإمكانك أن تحجز لتدخل أو تشارك في هذه الفعاليات وتحضر هذه الفعاليات هذا نشاط المطلوب فيه أقف أمام صفي وأسرد القصة التي كتبتها هذا المطلوب أن نكتب في البداية قصة وأذكركم بالعناصر الخمسة لكتابة القصة التي من خلالها يمكن أن نؤلف بين أحداث القصة لنخرج بقصة مترابطة تتألف من هذه العناصر الخمسة سنأخذ مثال الآن ثم بعد ذلك سنطلب منكم محاكاة هذا المثال لكتابة قصة مكتملة العناصر يقول هنا أستفيد من النموذج الآتي زملاء الأعزاء يسعدني أن أحكي لكم القصة التي قرأتها في مجلة العربي الصغير وعنوانها الجمال وحده لا يكفي أنا سأقرأ لكم هذه القصة المطلوب منكم الاستماع والمتابعة كذلك لما تشاهدونه على الشاشة أو على الكتاب في أحد الأيام نظر الوعل إلى انعكاس صورته على صفحة ماء الجدول فأعجب أيما إعجاب بشكل قرنيه الذين يشبهان فروع الأشجار لكنه حين نظر إلى أرجله انزعج من منظرها وقال لماذا أرجلي طويلة ورفيعة هكذا إنها كقضبان القصب التي تنمو على جوانب الأنهار وهو على هذه الحال وإذ بزمجرة نمير يهز الأرجاء استطاع الوعل رؤيته عن بعد بين الأشجار فأسرع الوعل وركض هاربا وسط الغابة المتشابكة الأشجار وكان يزعجه وهو يعد قرناه اللذان كانا يضربان في جذوع الشجر وأغصانه فيما كانت أرجله سريعة تطارد الريح ومكنته من النجاة بنفسه وأدرك أنه لولا الله ثم أرجله السريعة لهلك لذلك لام نفسه لاحتقاره إياها سابقا فيما كان إعجابه بقرنيه لم يفده شيئا إذ إن قرنيه كان العائق الكبير أثناء هربه ولو أنهما جميلان أقر في نفسه أخيرا بأن الجمال في أحيان كثيرة لا يكفي بعد أن قرأنا هذه القصة واستمعتم إليها نلاحظ بأن هذه القصة تشمل العناصر الخمسة التي ذكرناها التي ينبغي توفرها في كل قصة العنصر الأول هو مجموعة الحوادث التي يؤلف بينها الكاتب من ضمن هذه الحوادث المشكلة أو العقدة أو الحل العنصر الثاني هو أحسنتم المكان الذي حدثت فيه أحداث هذه القصة العنصر الثالث جميل الزمان الذي حدثت فيه أحداث هذه القصة والعنصر الرابع أحسنتم الشخصيات التي وردت في هذه القصة والعنصر الأخير هو المغزى أو الهدف من هذه القصة نلاحظ بأنها جميعها موجودة في هذه القصة أحاكي إذا أردنا أن نقوم بمثل ما قام به كاتب هذه القصة هذه مجموعة من الخطوات اليسيرة بإمكانك أن تتبع هذه الخطوات لكي تقوم أيضا بكتابة قصة تسرد فيها مجموعة من الأحداث بعد أن تحدد العناصر الخمسة التي ذكرناها التي ينبغي توفرها في كل قصة نكتبها أو حتى نقرأها أولا أفكر في موضوع مناسب بداية فكر في موضوع مناسب بإمكانك أن تكتب فيه مجموعة من الحوادث هذه أول خطوة من الخطوات لكتابة القصة الخطوة الثانية أحدد العناصر الخمسة الرئيسة للموضوع الذي اخترته بتحديد هذه العناصر التي ذكرناها قبل قليل تكون رسمت خارطة لهذه القصة بعد ذلك تبدأ في تنفيذ أو في كتابة هذه القصة بناء على هذه العناصر الخمسة التي حددتها في البداية ثم بعد ذلك أكتب القصة معتمدا على العناصر التي حددتها ومحاكيا النموذج السابق بمحاكاة النموذج الذي ذكرناه قبل قليل بإمكانك أن تستفيد منه في كتابة هذه القصة مع الانتباه إلى العناصر الخمسة الرئيسة لهذه القصة كما ذكرنا الحوادث والمكان والزمان والشخصيات والهدف أو المغزى من هذه القصة دائما تكون هذه العناصر في ذهنك وأنت تكتب هذه القصة أخيرا بعد أن تنتهي من كتابة هذه القصة بإمكانك أن تقف أمام أصدقائك في الصف أو أمام إخوتك في البيت أو حتى أمام المرأة وتتخيل أنك أمام مجموعة ممن يستمعون إليك وتقوم بسرد القصة التي كتبتها بهذه الطريقة يمكنك محاكاة هذه القصة التي ذكرناها وقرناها أنا وأنتم قبل قليل نصل إلى الواجب المطلوب مننا في هذا الدرس هذا ما ذكرناه قبل قليل أسرد قصة كتبتها أمام أصدقائي أو إخوتي تكتب هذه القصة في كراسة الواجب ثم بعد ذلك تقوم بسردها أمام من يكون قريبا منك أصدقائك أو إخوتك بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس أمل أن تكون وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته